النادي الاهلي ومعسكر النادي الاهلي في الامارات انبارح كابتل محمود الخطيب اجتمع بالعيبة الفريق وبالجهاز الفني طبعا بقيادة ميستر كولر واتكلم معهم كلهم عن اهمية هذا المعسكر وضرورة الاستفادة منه وانحن نحقق منه اكبر استفادة فنية ممكنة يعني خصوصا ان المرحلة اللي جاي بتتطلب الاستعداد والجاهزية على اعلى مستوى في اطار الاستعدادات للارتباطات المحلية والافريقية للنادي الاهلي اللي طبعا هتكون او هتبتدي مباشرة بعد منافسات كأس افريقيا المقامة حاليا في كود ديفور نروح بقى لبعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي وتفاصيل جديدة عن المعسكر الموجود حاليا في الامارات واللي حيتخلله بالمناسبة ماتشين والديين اول مباراة منهم هتكون النهاردة ان شاء الله طبعا هايكون طبعا هذا كله في اطار الاستعداد للمرحلة المقبلة في السياق حلقتنا النهاردة اكيد هنروح لزمين العزيز فروس راح وهو الحقيقة ما بيتوسطش فاروق كالعادة سواء فاروق كريم كل الزمل والزاميرات الحقيقة عادة ما بيدوناش اي فرصة نحن نطرح المزيد من الاسئلة من كتر ما دايما تقاريرهم يعني بتكون كافية ووافية وده حيحصل في سياق حلقتنا النهاردة ان شاء الله هنطمن كل حضراتكم